في واحد من أكثر الملفات الإنسانية التي تكشف ما وصل إليه الحال في العراق وأمام العديد من الحقائق والتصريحات اعترفت الميليشيات الولائية ضمنا بأنها قامت بقتل وتصفية آلاف المغيبين قسرا من خلال تذرعها بأن هؤلاء المغيبين إرهابيون اعترافات لم تفاجئ الشارع العراقي الذي سبق وأن سمع تصريحات مشابهة من زعماء أحزاب أكدوا أن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي طالب منهم أن ينسوا ملف المغيبين في إشارة إلى أنهم لم يعودوا موجودين بعد أن جرت تصفيتهم بموازاة ذلك أدان العديد من ذوي المغيبين فضلا عن ناشطين وصحفيين تصريحات رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد المنحل سعد المطالبي والتي وصف فيها المغيبين بأنهم دواعش ومطلوبون لقضايا جنائية مشيرين إلى أن هذه التصريحات تؤكد أن تصفية المختطفين تمت بتهم كيدية وبدوافع طائفية معلومة أكدتها تصريحات رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي الذي تحدث عن مقتل المختطفين ما بين عامي 2014 و2016 والذين اقتادتهم الميليشيات بعد أن عزلتهم عن عوائلهم خلال رحلة نزوحهم إلى مناطق خارج العمليات العسكرية تصريحات الحلبوسي تمثل اعترافا صريحا بتصفية ما بين 18 إلى 22 ألف عراقي من سكان محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالة ونينا وبابل بعد أن كان ذوهم يتشبثون بأمل عودتهم خصوصا مع استمرار ترويج أنباء عن وجودهم في معتقلات سرية بمناطق تسيطر عليه الميليشيات أبرزها جرف الصخر في وقت لا تزال فيه حكومة السودان تلتزم الصمت تجاه هذا الملف الذي استخدم طوال السنوات الماضية بهدف المساومة السياسية وكانت منظمة هيوم الرايس ووتش قد اتهمت في عام 2020 ميليشيا الحجد بالوقوف وراء عمليات التغييب القسري فيما تقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن العراق يوجد فيه أحد أكبر أعداد المفقودين في العالم إذ تقدر أعدادهما بين 250 ألفا ومليون مفقود صار اليوم في أعداد القتلى يكون ملفهم وصمة عار لا تمحى في جبين نظام المحاصصة الطائفية وأحزابه وميليشياته ترجمة نانسي قنقر